على عكس أي سنة مضت احتفال غير تقليدي لعيد الفصح الأرثودوكسي ورأى أبواب مغلقة في الكنائس بما في ذلك كنيسة القيامة أيقونة احتفالات عيد الفصح المجيد اليوم تدق أجراس الكنيسة لكن الممرات والأقواس في العالم العربي ظلت فارغة في ظل الحجر المنزلي المفروض على المصلين على ضوء جائحة كورونا في القدس المحتلة الاحتفالات اقتصرت على المنازل ومتابعة القداديس المتلفزة بعدما اعتاد ألاف الحجاج حضور فعاليات أسبوع الآلام حيث أقيم حفل القدس المليء بالنار الذي يرمز إلى قيامة يسوع دون صرخات معتادة للمسيحيين الأرثودوكس بعد أن تم منع الحجاج من الوقفة الاحتجاجية تخوفا من الفيروس التاجي ولم تكن الصورة نابضة في الأردن كذلك التي احتفظت كنيسة سيدة الناصرة فيها بالقداس لكن دون مصلين وفي لبنان غيب فيروس كورونا المواطنين عن أي احتفال التزاما بالتعبئة العامة والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا هذا هو حال العيد ليس فقط في العالم العربي بل العالم أجمعه مليء بأصوات الأجراس وحزين بغياب المؤمنين عن قداديسها ليبقى التغلب على جائحة كورونا هو بصيص أمل المؤمنين في كل مكان